اشتركوا في القناة وقال رائد فضاء اماراتي واول رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية والذي عاد الى الارض يوم امس الخميس كما ثمن اسموه عاليا منهج واستراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة في هذا المجال من خلال الاعتماد على خبرات وكوادر وطنية الامر الذي يجعل هذا الانجاز العالمي جزءا اصيلا في تاريخ العلمي والتكنولوجي يعتز به ابناء الامتين العربية والاسلامية متمنيا سموه لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كل النجاح في مجال الفضاء وسائر المجالات